موسيقى مشاهدين الكرام أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية وإليكم أبرز أهم العنوين التزام دولي للتحديث المنتحتية للطرق في الجيبوتي صنطوق النقد الدولي يتوقع مستقبلا واعدا للاقتصاد العالمي أهلا بكم برئاسة رئيس مجلس النواب السيد دليتا محمد دليتا نظم مجلس النواب السباح اليوم ورشة عمل مهمة حول تعزيز حقوق المرأة في مجال المساواة بين الجنسين لصالح الأعطاء البرلمانيين وصلت هذه الورشة الضوء على تعزيز القواف التي تعنى بالمساواة في السياسة وكذلك في مكافحة العنف القائم ضد المرأة والفتيات وقد جمع هذا الحدث برلمانيين ملتزمين بهذه المهمة النبيلة وخلال هذه الورشة قام البرلمانيون بتقييم تأثير القوافل التي تم تنظيمها في جميع أنحاء البلاد والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول المساواة بين الجنسين والتعبية لسال حقوق المرأة وكانت المناقشات بناءة ومثمرة وصلت الضوء على التقدم المحرز في مجال تعزيز الحقوق النساء وكذلك التحديات المستمرة وشكلت إحدى النقاط المهمة في هذه الورشة هي الدعوة التي إلى التمثيل السياسي العادي للمرأة وشدد البرلمانيون على الأهمية الحاسمة للتمثيل المتنوع في هيئات صنع القرار لتعزيز السياسات الشاملة والعادلة واستفاد من هذه الورشة برلمانيون ومثلوه وزارة المرأة والرصة والاتحاد الوطني لنساء جبوتي حول تعزيز حقوق المرأة وتمكنها وتلعب هذه المواصلات دوراً رئيسياً في تطوير السياسات والبرامج الهدفة إلى تحسين وضع المرأة على كافة مستويات المجتمع رئيس مجلس النواب دليتا محمد لتعلق كلمة رحب في المستهلها بالمشاركين في الورشة مشدداً على أهلمية الملموسة لهذه الورشة أود أن أشيد بالتزام المجمل للبرلمانيين وخاصة زملائي في مكتب الجمعية والنواب العضاء اللجنة التنفيذية لألدار العامة وفي حقوق الإنسان لعمل المنجزة في طار جميع الأنشطة المطروح وعليكم الاهتمام بالمشاريع المطروحة وذلك من أجل المساهمة في توعية المواطنين في تنمية الأمة واليوم نحن مجتمعون لنناقش حصيلة الأنشطة التي قمنا بها مؤخراً في العديد من المواضيع وهذه الأنشطة المتنوعة تشمل القفل التي قمت بالتجول في مناطق الداخلية في مارس الماضي وأطلب من اللجنة التشريعية والإدارة العامة لحقوق الإنسان بالقيام بزيارات على أرض الواقع في عدقهم وعسامهم وذلك من أجل التطلع على الأنشطة التي تقوم بها النسوة الريفيات على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي نظمت بلادنا مائدة مستديرة حول تعزيز دعم شركائها الدوليين والمالحين وكان الهدف الرئيسي من هذا الحدث هو مناقشة برنامج التحديث والتجديد البنة التحتية للطرق في بلادنا وبفضل الجهود التي بذلها وزير المالية سيد إلياسي موسي دولي تلقى هذا المشروع المهم دعماً مالياً كبيراً من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي الذين التزم بالمساهمة بمبلغ 90 مليون دولار أمريكي و45 مليون دولار أمريكي على التوالي وشهد الاجتماع مشاركة شخصيات بارزة من بين وزير الميزانية وصفير جبوتي لدى الولايات المتحدة ومحافظ البنك المركزي بالإضافة إلى المدير العام للوكالة الجبوتية لإعادة وتهيل الطرق والآن نتابع مداخلة وزير الميزانية اليوم الثاني نتواجد في واشنطن للمشاركة في الاجتماعات العالمية التي ينظمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول تعزيز دعم شركاء والمانحين الدوليين ولذلك لقد عقدنا اجتماعات مختلفة مع البنك الدولي وشركاء آخرين لتمويل الطرق في العاصمة جبوتي وكذلك الطرق التي تربط بين جبوتي والدول الجوار واتفقنا معهم على تمويل كامل من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية الذين حققوا لنا أن يستثمروا بأموال تقدر نحو 135 مليون دولار في تطوير وتجديد طرق في بلادنا كما تطرغنا حول سبل الكفيلة لإصلاح الاقتصاد في بلدنا مع الهيئات المستثمرين في القطاع الخاص وخاصة في مجالات السياح والحاسبات وغيرها استقبل وزير الدفاع المكلف بلا علاقات مع البرلمان السيد حسن عمر محمد برهان اليوم النائب الدميرال التركي نهاد برهان وتم خلال اللقاء الذي جرى بحضور رئيسة تركان عامة للقوات المسلحة الوطنية الفريق الركني زكريا الشيخ إبراهيم استعراض أفاق التعاون الثنائي العسكري بين البلدين بالإضافة إلى جملة من القضايا ذات الاهتمام المشتركة وتظهر هذه الزيارة على علاقات الممتازة بين جبوتي وتركيا فطلا عن الاتزامها المشتركة بالأمن والاستقرار الدوليين وجرت هذه المناصبة طائطا بحضور الصفير التركي الجديد في بلادنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر واجبوتي وبعد تحية الودية قدم الوزيران لبحة عامة عن الأوضاع الأقليمية وشيبه الأقليمية والدولية كما تمحورت المحادثات حول علاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين بالإضافة إلى القضايا المدرجة حول جدر الأعمال هذا الاجتماع التي تتعلق بمناقشة معاذة التعاون العسكري والدفاعي والتعاون الاقتصادي والثقافي وأكد الوزيران خلى هذا اللقاء تطابق وجهات النظر حول كافة مجالات التعاون الثنائي ورقبتهما المشتركة في تعميق وتعزيزها كما التقى الوزير بقصر الزلم المستشار الشؤون الأفريقية وتم خلى هذه المقابلة مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى لمحة عامة عن الوطأ الحالي وأخيرا في إطار اللقاءات متعدد الأطراف فعقد وزير الشؤون الخارجية وتعاون الدولي أيضا اجتماعا مصمرا في مقر المنظمة الدولية الفركوفونية مع صيدة لويزا مهيد واستعرض عمل الفركوفونية في إيشيبوتي نظمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة صباح اليوم الاربعاء ورشة عملنا حول التخطيط الاستراتيجي والبرمجة مع الصنطوق المناخ الأخطر وتستمر هذه الورشة لمدة يومين في فنطق كامبيسكي بلس وترأس حفل افتتاح هذه الورشة وزير البيئة والتنمية المستدامة السيد محمد عبدالقادر المستحر وشهد مشاركة الأمير العام لوزارة البيئة ومثل منظمة الأغذية العالمية ومثل منظمة البيئة الخطراء والصنطوق المناخ ومثل الوزارات والمؤسسات المعنية ومثل المجتمع المدني وتعد الورشة هذه جزءا من التنصيق الوطني الأفضل بهدف تنفيذ التخطيط الاستراتيجي والبرمجة لجبوتي مع صنطوق المناخ الأخطر وتشكل الورشة هذه منسة مهمة ليعداد التخطيط الاستراتيجي الذي يدعو إلى زيادة تعبية التمويل البرامجي والمشاريع المنخفضة منخفية الكربون والقادرة على التكيف مع المناخ والآن نطابع كلمة ممثلة لغضية العالمية في الشبوتي يشرفني أن ألقي كلمة اليوم باسم FAO خلال هذه الورشة الحاسمة التي تضم جميع المعنيين الوطنيين والمعنيين الآخرين الذين يقومون بتمويل الصندوق الأخضر لمناخ وذلك لتقييم تغرير حول مناغشة استراتيجية البرامج مع جي سي اف ونحن مجتمعون اليوم في سياق حاسم لمواجهة التحديات في مجال التغيير المناخي والتي تطلب حلول تعاونية ومبتكرة ويعد التغيير المناخي حقيقة ملموسة أدت إلى إضراء أضرار في النظام البيئي وأحداث بالأرصاد الجوي ولا بد من مواجهتها بشكل سريع وذلك من أجل تقليص أثر التغيير المناخي وفي هذا السياق يلعب الصندوق الأخضر للمناخ دورا رئيسيا لأنه آلية تنويلية دولية وفي مجال مكافحة التغيير المناخي وذلك من خلال تعبئة الموارد من أجل تنويل مشاريع مبتكرة والتعزيز قدرات المعنية الوطنية والحصول على الحلول المستدامة وزير البيئة والتنمية المستدامة رأي الحف ألقى كلمة أن أعرب في مستهل عن ارتياحي للمشاركة في هذه الورشة يسرني أن أترأس حفل ارتياح أعمال هذه الورشة للتخطيط استراتيجية الصندوق الأخضر للمناخ وكما تعلمون منذ أن أصبحت مكافحة أثر التغيير المناخي غلق دولي حيث أن الأمة أجمع يجب الحصول على حلول ملموسة وتعد من أحد التهجيزات الخطيرة لكوكبنا وقد أثر على جهود التنمية الاقتصادية الموذولة من قبل دول العالم وخاصة الدول النامية وقد رأينا خلال السنوات الأخيرة الأثر الناجم عن هذه الآفة وأصبحت متكررة في بلادنا وخلال السنوات القليلة الماضية أصبحت هذه المسألة شأن الجميع وسؤال متعدد الحجم ومتعدد الاقطاعات وذلك يحتاج إلى تمويل كبير للمشاريع هذا وقد قام المجتمع الدولي بتقديم آليات مالية أمثال الصندوق الدولي للبيئة وصندوق للدول النامية وصندوق الشركاء الأثنائيين وفي ملف متعلق بالطاقة شارك وزير طاقة المكلف بالموارد الطبيعية سيد يونس عليكيدي أميس بأبي الظبي بذولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماعات الوزارية رفعة المستوى التي نظمتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تمهيدا لإنعقاد دورة الرابعة عشر لجمعية هذه المنظمة وفي الواقع تم تخصيص هذه الاجتماعات المختلفة لموضوعات في الطرق ووسائلتها من شأنها التمكن للبلدان الأعطاء في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة من تحقيق تحول عادل في مجال الطاقة وقد تركزت هذه الاجتماعات بشكل أساسي على خلق أوجهة آزر فيما يتعلق بالربط بين المياه والقذاء والطاقة وإمكانية التدبع على ضروري المستقبل مرن ومستدام لطاقة فضلا عن أهمية الطاقة المتجددة لصالح البلدان النامية وفيما يتعلق بالأخبار المحلية والتحديد أن نطابع الآن تقريرا يسلد الضوء على مصابقة الصوت الذهبي أو جيب تالون إن برنامج جيب تالونت أو الصوت الذهبي هو برنامج تلفزيوني يحظى بشعبية كبيرة من قبل الجمهور حاز بعجاب المشاهدين الذين تابعوه بشغف وبشكل مباشر مغامرات النجوم الجدد في مجال الموزيقة والأغاني باللغتين العفرية والصومالية سيتم اكتشاف الدور الثامن من برنامج جيب تالونت مرة أخرى في يوم غد الخميس الموافق الثامن عشر من أبريل الجاري بعد أن تم توقف بسبب شهر رمضان المبارك وفي إطار التحضير والإعداد للدور الثامن من مسابقة جيب تالونت عقد مسؤول الحيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون برئاسة المدير العام وأعضاء اللجنة التحكيم بالإضافة إلى مديرة الثقافة لدى وزارة الشباب وثقافة عقدوا اجتماعا تشاوريا في مقر الإذاعة والتلفزيون ناقش المسؤولون السبل والوسائل الكفيلة لوضع آلية أكثر فعالة واستراتيجية عمل قادرة على ضمان نجاح برنامج الواقع جيب تالونت من خلال قنوات البث والمنصات الرقمية يتواصل البرنامج مع جمهور واسع وهو يقام بالشراكة مع وزارة الشباب والثقافة التي تعتبر وستظل ركزة أساسية لنجاح هذا البرنامج تقول مديرة الثقافة خلال هذا الاجتماع تم تأكيد على أهمية التقيد بمعايير اغتيار الأغاني المحددة لتعزيز وتعسين جودة البرامج يجدر بنا أن نذكر أن هذه المبادرة التي نظمتها الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون وبالتعاون الوثيق مع وزارة الشباب والثقافة مصممة لتصليط الضوء على المواهب الشبابية في العديد من المجالات الفنية مما يتيح للمشاهدين فرصة الاغتراب من هذه الوفرة الفنية علاوة على ذلك يعد جبتالا حدثا لا يمكن تفويته لعشاق الموسيقى ولكن أيضا في مجال الترفيه والاكتشاف الفني هذه هي الفرصة المثالية للشباب ذوي المواهب لتمييز أنفسهم وإثارة قلوب مواطنيهم ولا بد من الإنسان بأن القائمين على البرنامج التفاعلي لإذاعة والتلفزيون الجبوتي يلاحظون بعد كل بث مدى نجاح هذا البرنامج التلفزيوني الذي أثار حماسته في جبوتي اهتماما كبيرا علاوة على ذلك لا يزال غير مسبوك تجدر الإشارة إلى أن جبتالا لا يزال عرضا تلفزيونيا يبقى نافذة لتعزيز الشباب الجبوتيين الذين يسعون لتجربة إمكانات في مجال الغنى وبالإضافة إلى ذلك يعد جب تالند موعدا لاغنا عنه لعشاق الموسيقى ولكن أيضا لهواة الترفيه واكتشاف المواهب الفنية إنها الفرصة المثالية للشباب الموهبين ليبرزوا ويملأوا قلوب مواطنهم بالحياة من جهته يقول مسؤول فريق الموسيقى الهدف من البرنامج هو اكتشاف نجوم المستقبل في مجال الموسيقى والغنى اللغتين العفرية والسومالية الذين يتم اختيارهم من قبل لجنة التحكيم المكونة من ثلاثة فنانين في كل اللغة فيما يشارك المتابعون للمتسابقين بالتصويت عبر الرسائل القصيرة نذكر أنه في مساء الخميس الثامن عشر من أبريل الفين وأربعة وعشرين سيتنافس الفنانون الشباب في الدور الثامن من النهائي وأكد الفنان في مداخلاتهم أنهم في النهائي الثامن وأنهم سعداء جدا بهؤلاء الموسيقيين الذين لا يدخرون جهودا لمنحهم جلسات تدريبية وبروفات للعمل على أصواتهم والتنفس بالتزامن مع إقاع القطعة المختارة كما شكروا عامة الناس على دعمهم المعنوي وأكدوا بالإجماع رغبتهم في الحصول على الدعم من جميع الجبوتين هنا وفي أماكن أخرى خلال هذا اليوم للقيام يعمل الموسيقيون بجد للسماح للجلسات التدريبية والبروفات للشباب بتغييم مستوياتهم وقياس الجهود والطاقات المبذولة والتحديد إذا كانت تنفس مسموعا بوضوح إلى جانب الأحاسيس والعواطف التي ينقلها من أجل عادة بشكل أفضل ليوم النصر لدينا لهذا الدور النهائي الثامن أربعة مرشحين لكل اللغة متحمسين ومتطلعين لمس القلوب بأصواتهم الحانية مما يثير مشاعر عشاق الموسيقى من خلال أصواتهم الساحرة ختاما إن برنامج الصوت ذهبي جيب تالنت لا يسعى فقط إلى النهوض بالفن المحلي وفتح نافذة دولية على الثقافة الجيبوتية بل هو أيضا مبادرة ملهمة تعزز التلاحم الاجتماعي وتعزز عملية الاندماج مع التركيز على تغدير اللغات الأم أهلا بكم وفي إقليم دخل عقد ورشة عمل تدريبية لسالح الجمعيات العاملة في مجال الزراعة في منطقة الدخل وعلى سبيحة في شمال البلاد وذلك في فنطوغو باعت وشهدت الفعالية ومشاركة الأمين العام لوزارة الزراعة وولي المنطقة الدخل وتندرج هذه الورشة في إطار مشروع تعزيز قدرة المزارعين الرعويين على السمود في مواجهة الجفاف في منطقة إيغاد وتساهم أيضا في تعزيز قدراتهم وتنفذ الوزارة بالشراكة مع الجهات المعنية أنشطة تهدف إلى تعزيز الزراعة الصديقة للبيئة لسالح مجموعات من النساء والشباب من حل وقبعد وبعدلي ولتحقيق ذلك يتضمن المشروع في المرحلة الأولى للإشراف على مجموعات من النساء والشباب وفي المرحلة الثانية تقديم منحة تنافسية أو صغيرة لهم وتزويدهم بالمعدات والمبالغ وفي هذه المرحلة الأولى قام المشروع بإنشاء تسعة جمعيات تعاونية في المناطق المستهدفة وتتمتع الجهات المنظمة من وزارة المرأة وزراعة بخبرة واسعة في الإشراف على التعاونيات في المناطق الريفية لعالي السبيح ودخل النواحي التابعة لها دولياً ذكرت عدة وصائل علامة جنبية من أربعان نقلاً عن مسادر الدبلوماسية فيما يتعلق بسندوق النقد الدولي وأشارت هذه التقارير إلى ناكا أمل وارتفاع واعد في الاقتصاد العمومي في العالم ويأتي هذا التقرير من صنطوق النقد الدولي ارتفاع الأموال ومكافحة التضخم المالي في الاقتصاد الكلي لدول العالم بهذا النبو مشاهدين الكرام وصلنا إلى هذه النشرة وشكراً على حسن إشقائي والمتابعة